ترجمة نانسي قنقر وصعدا أحد ويجب أن يقوم بالمكان ترجمة الغرفة يدرس يدارس ويجب أن تكون معرفة صفحة هل يعرفون هذه أسنوات التي لقدت فيها فصحة يعني نتكلم عن سنة ثالثنا هذه أسنة مستعدة أنا أنت مخطوضة يجب أن تعمل معنا أسسنوات لماذا؟ استبعت 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 أنك ترجم يعني بدون عملي مش يقول على السرطة لا أعلم الأسرطة كنت دائماً تلتقى السرطة مع علامة متوسطة المهم، تماماً عن شيئين أجاناً وأنا بالنسبالي ما كانت سنة سرية كنت معتبرتها سنة نهاية لماذا؟ لأنني لم أكنت رأيك بأكمل مدراسي الجامعية لماذا؟ الأسباب كثيرة أولاً، المضع الماضي لا يسمع ثانياً، المضع الاجتماعي الأول لأنني أطلع أدرس برة ثانياً، المضع المضعوني لا يسمع في البلد، أنا لا أستطيع أن أكمل ولماذا لا أستطيع أن أكمل؟ أسباب كثيرة على الرغم من ذلك، فكرت بخالي أخي بدأني أفكر بأنني ضخية وبأن كل الظروف ضدي وأنا لا أستطيع أن أكمل إدراسي ولماذا أدرس أصلاً؟ قلني أقصد وأحمل الموال وماذا يصنع؟ حالي خالتها البناء أو حالي خالتها أخواتي وثنتين اللي هما خلصوا براستهم وتزوجوا في بيت جوجها وانتهى المشروع أنا ستكتب شكل واحد قلت أن النجاح جواز لنجاح أكبر خليها تصغطي بشيء اللي بيني ديني الشيء اللي أمنك أنا الآن إيش هو؟ علماتك المواد اللي أنا الآن لماذا أصلي فاتن ثانية سطل الضوء؟ لماذا ما أنا أعمل صدوق والحل لها؟ كنت أعرف كل المهارات اللي خالي بس ما كنت أعرف خالية خالياتي وفعلاً خلتها السنة سنة وعدة غصباً عليها لما شنخصت حالة والي إنه عنده سرطاني ورم سرطاني خطير وقالوا لنا لازم بكرة تسافر لتصمي العملية بكرة ما تريد سيوم مواقع سنة الثالثة سافر والد وجلسنا من حالة ما في أحد يعمل المسيين ما في أحد يحدثني ما في أحد يقولي ما في أحد يحدثني ما في أحد يقولي لكن قريت بدل ما أفكر إنه والدي يا سمت الله تقول نهاية الحياة لما قلونا الأطباء ترى انت بكرش أربع شهور بس أنا قريت ما في أفكر بس بالقول لا أنا أفكر أنه منجح وما تفوق وما يقص السكول بالذن لأنه علشان تعب الخطات مستفد منجح علشان يكون شفاء أبوي أسرع وخليت الضال تتوجه مرة ثانية على الشيء يباني داني ما كنت أكدر أمنع مرة أبوي وإذا كنت أكدر أمنع الحالة الأصابقة والحمد لله سوء العملية ومتحة العملية لكن ما في أحد يحدث معنا نهاية داعي فترة 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 في سنة الثالثة من أبوي ومتحة تشخصت عيون كلها طرقتي عينيين ثنتين تضمنت عيون قال كتور خاص لما ساعدت أولي قال لو في أمل كتور قال على ربنا إن شاء الله تضمنت عيون استثمار كالقدس أصلا الطالبات رأت عيوني ويذهبوني المدرسة ويذهبوني السلامة السابقة إذا كنت أنا في البيت ما أدراه عيوني محمدة أقدر أفكر إنه خلاص مكتوبة أصلاً المصري مرسوم لا المصري مرسوم ولا مصري مرسوم ركز طاقتي وقلت معليش رح أدرس في الاستماع خليت أخوي وأختي يدروني منها واستمرت أداتي رغم إنك شيء كان يقول ما في أنا بالمتخانات النهائية قدمت وقلت أهلي طلعت المتائج وكانت أني جيت معدلين تسعة تسين واو تسعة تسعين مو علشان أنا كنت منتخارقة لا علشان أنا تكسط بالحداف اللي أقدر أغليتها وما فكرت بالغروب اللي هي موبيتي ولا أنا اخترتها فكرت بالشيء اللي أقدر أختار بس إيش اللي صار كل صديقات يسافروا كلهم راقي بكسون وأنا راقية اللي جلس ليش؟ أبويتنا مزارة ما في بكوس ليش؟ ما في تقدر أول العادات وما تسمح أن البنت تسافر أصلاً بس نفس الوقت ما فكرت أنه نحلي ناس ضارمين ولا فكرت أنه من مجتمع ظالم ولا غلت مصريات التي كنت أكلمهم كيف تقولي ما ليش نشوقيني عند المخابرات ومقضين ذلك ما عند الوقت ما خفت عليهم ولا غلت منهم ولا زعات من أهلي ولا أكترت نفس ضحية ولا فعفيت العملية والضحية ظلت مرحزة على الهدف اللي أبي مدام ما أقدر أكرس أساعد الناس اللي كتبت تدرس وكتبت تدرس كنت أدرس إنجلش ونحن متبدأت مثل ما هي حالة وقلت لا ما أحب أساعد الناس أكيد الله متعيني في يومنا والذي صار مرحزة أكبر بدت الحكالة بخلم كنت معنا وخلمت أني قال أس خاطم وهالخاطم ينزل لنا زيت زيتون زيت زيتون أكثر شيء أكبر أصلاً ما أكبر أشوفني بتاور أشوفه صحني وأنا أكبر أحد يكوني زيت زيتون ما أكبر أشوف أكبر 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 ما يعني؟ بسببات اللي يزيل هنا زيت زيتون وما ما يعني؟ سألت ناس كتير والكلية لي زيت زيت زيتون يعني خير كبير وبركة كبيرة ورز جريب دعم تبسي فاطمة تقول وفي نفس الأسبور تتلقى من الإتصال والشخص كان على خافة الحمد قرر أنه يددم مبلغ مادي كصدقة جاهزة علشان يكون علم يمتفع بلي والشخص مميز ولما سأل قالوا لها فاطمة غرّ شارع أكيد من رأسها يريد أن يتكلم ناس بعدين لازم يتكلم أهلا تقدرهم مع التعالي وفعلا تصلت أهلي الآن وتتكلمت أدنى سفاتهم من الألف إلى الياش كل المصاري تتكلمتها بأي جامعة تختار وأي تخصص تريك بس علشان أريد أن أسوي شيء اسمه مصدقة جالية وعلمي المتفاقين وكده بدأت الآية وكده اشتعلت الشمعة وكده كنت أردت أني أبدأ شارع ألبس حتى لو لم أردت ألبس قالوا لا تستطيعين أنت أسوأ أنت عناسة هنا وكده أن يكون مختلفة وضع مختلف لكن تستطيعين ونجحت في الجامعة تتخرج كنت الثاني على رفعك بمساعدة الشرف ومن يوم ما أتخرجت وأنا أعمل مدررة لغة الإنجليزية درستي مدارس معامل كامعات مستشريات دربت موظفات اشترت من ترجمة بمساقة الإعلام وتسويق مسؤولة تدارة جودة مشرفة معايينات والآن قدرت بعد كل الأشوار أني أكون شخص مؤثر فبدأت أمشف شعري وكتاباتي أعزا سأكثر بالناس ويسمعون إذا أنت قدرت تتحكم والشيء يجبني رح تسلط معجزات والظروف تدهني لك فريق أقول لكم لا صار قدام كلف علي جمع وخلعني الكلام الناصر تحكم وقول نجاح باشمة وإن كان لحرة بك صار فلان غلف أعمالي مغير وذمة وتوكل على الله وفي عباد ترامل جهال صار ذمة دولة نعلم السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر